موسيقى حلقتنا اليوم الخمس اشياء هي خمس خرافات في عالم الالعاب بس قبل ما نبدأ اضغطوا اشتراك و اضغطوا اشتراك و اضغطوا اشتراك و اضغطوا اشتراك عساس تشوفو ميديوهات رهيبة مثل كذا اما الحين يالله خلونا نبدأ هذه الحقم الخمس اشياء برعاية هواوي ميديا باد ام 5 برو اول خرافة معنا هي النفخ على الشريط تذكرون ايام اول ايام الاشتراك كان لما الشريط ما يشتغل تطلعه بعدين تنفخ عليه بعدين تحطه هذا شي خاطئ جدا بس ايش اللي يصير قاعد انت اصلا متحط الشريط اول مرة و ما يشتغل كويس البنز اللي تكون موجودة على الشريط نفسه من داخل ما يكون مركبة كويس فلما تطلحها و تدخلها تركب كويس لكن النفخ ابدا ما يسو شي لكني راح يخرب عليك الشريط لان الرطوبة تأثر في الكترونيات حق تشريط نفسه ثاني خرافة معنا هي بيك فوت اللي هو الحيوان الخرافي الكبير هذا في لعبة سان اندرياس طلعتي شاعة ايام لعبة سان اندرياس انه في الغابة راح تلقى بيك فوت طبعا الناس دوروا و حاسوا باكثر الطرق حاول يطلعون خطة حاول يطلعون كودز ما في فايدة الدرجة ان نفس المطورين قالوا ترى يا ناس ما في بيك فوت بس لسه الناس ما مصدقينهم بعدين اس هو لك المطورين لعبة ريد ديد ريدمشن حطوا فيها بيك فوت وتخلص عندها كوست عندها بعد والخرافة الثالثة معنا هي شخصية شين لونغ في لعبة ستيت فايتر 2 هذي يبدأ التركيز شوي سبب الخرافة هذي طلعت السببب بين اول شي ايبرل فول اللي هو الاول من ايبرل اللي تطلع كلها اشياء نصبات في عالم الالعاب وثاني شي بمجلة الالكترونيك جيميك منطل كانت مشورة وقتها ايش اللي صار اللعبة نفسها كان في خطأ في الترجمة لما ريو يفوز يقول بج?! لتفروز الشن لونغ على حد 3 يمكنك المفوز لتفروز الشين لونغ لبلغ لونغ على حد 4 لكم hands مع지 ريو كن منذل سبب الخرافة وقال لهم ergهم شين لونغ وال mesmaستر حق ريو كن وهو المدربه هو اقوى شخص في اللعبة وموجود سري اتطلع بكود وبعدين لما يطلع عند مرحلة بايسن في النهاية بيشوت بايسن وبيدخل هو بيتاوش معك فهذه الخرافة تغيرت وانتشرت وصارت بالجزء الرابع لما نزل سيفايتر فور كابكم حطولك شخصية قو كن اللي هو اصلا شين لونغ الاصلي اللي هو المدرب حق ريو كن اوكي رابع خرافة معانا يبينها تركيز وطويلة شوي بس انه جدا ممتعة في خرافة طلعت انه في شريط لعبة نتندو سيكستي فور مسكون من لعبة مجورة ماسك واسم اللعبة مكتوب بخط قلم يقول لك هذا الشريط لما تشغله في السيكستي فور يطلع لك سيف فايل اسمه بن لما تضغط على السيف فايل هذي رح تلعب بلعبة مجورة ماسك لكن مراحل مقلتة يعني المراحل هذي صايرة غريبة جدا الموسيقى اللعبة زي ما تسمعوني الحين صايرة بالعكس فهذا حاجة تخوف ومو بس كذا اشياء غريبة قاعد تصير في اللعبة مثلا لينك ما يقدر يطق الوحوش موتهم ولينك يغرق في الموية ومش عارف ايش هذا الخرافة طلعت انه يقولك انه في واحد ولد اسمه بن كان يلعب لعبة مجورة ماسك بعدين غرق ولما غرق روح وطلعت ودخلت في اللعبة فصار اسم الخرافة بن دراود يعني بن الغرقان واكثر شي كان يخوف هذي الخرافة انه في تمثال لينك زي ما تشوفون هذا اللي قدامكم يطلع فجأة لك في اللعبة ويستليبورت يجيك يا قدامك يا وراك وزي كذا شكله مو خيف جدا ومو بس كذا يقولك كل شخص لعب اللعبة جت احلام انه حلم بهذا التمثال يكلم في المنام ويقول ترى بجيك والخرافة الاخيرة اللي معانا برضو يبغالها تركيز شوي وطويلة شوي في لعبة اسمها بوليبيوس بوليبيوس هذي لعبة طلعت في عام 2000 او في الالفينات خنقول اللعبة هذي انتشرت في الاركيدات في امريكا وقتك الاركيد منشف كل مكان ايش اللي يصار يقولك هذي اللعبة لما تلعبها راح تجيك كوابيس واحلام تخوفك ومو بس كذا راح ايضا يجيك فقدان للذاكرة وراح يجيك توتر بشكل يخوف يعني راح تحس انه انت مو انت زي ما يقولون فيه اشاعة تقولك انه هذي اللعبة حطوها ال FBI او CIA او حاجة زي كذا من المخابرات الامريكية عساس يغسلون فيها امخاخ الناس او يستخدمونهم بتجارب ثانية طبعا يقولك اللي شاعة يقولك انك اذا شفت لهذه يجونك من ام بلاك الناس في لباس السود الى بيتك وياخذونك او يبسحون ذاكرتك او يسومون فينك شي بس طبعا ما في اي اثبات ان اللعبة هذي موجودة او اي اثبات ان احد لعبها وصالها زي كذا لانه في النهاية هي خرافة وهذي كانت حلقتنا الخمسة اشياء قلونا ان اعجبتكم الحلقة واذا كان موضوع عجبكم اذا تبعون جزء ثاني لها اكتبوا تحت بالكومنت واذا تعرفون خرافات ثانية من عارفها اكتبوا تحت بالكومنت بعد ويمكن احطلكم اياها في الجزء الثاني وعطونا لايك واشتركوا بالقناة ويعطيكم العافية كما معكم فاد الشيحة مع السلام